ككل عام تشارك وزارة شؤون المرأة الفلسطينية في الحملة العالمية 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام تم إطلاق الحملة من تجمع الخان الأحمر البدوي تحت عنوان نرفض التهجير القصري للمرأة الفلسطينية البدوية واللاجئة مساندة لصمود النساء البدويات في المنطقة المهددة بالهدمي وإخلاء ساكنها في ظل استمرار هجمة الاحتلال على تجمع الخان الأحمر البدوي وهذا التهديد المستمر منذ خمسة شهور بهدمه وإخلاء سكانه تبرز بشكل خاص معاناة السيدة البدوية داخل البيوت البسيطة التي تعيش فيها نساء الخان الأحمر وكل التجمعات البدوية في المنطقة يظهر الصمود في قمته هنا تصنع أولئك النسوى المعجزات برفض الاحتلال تعرضنا للضرب والاعتقال مثل رجال التجمع البدوي تماما سعادة الجهالين تحكي عن حال كل السيدات البدويات في المنطقة كنت تقريبا سبع سنين ثمان سنين عمري كان لما إجا الجيش ورحلنا كان منظر لليوم ما بنسى فجأة تشوف بيتك بلحظات ينهدم وكان بيت بسيط ما في أي مؤسسة تعليمية كنا نروح على منطقة العزارية طبعا مسافة إجدح كثير كثير بعيدة كنا نروح تسير على الأقدام كان من ضمن التحديات اللي كانت تواجهها المرأة البدوية أنه بسبب بعد السكن وبعد مكان التعليم فكانت المرأة توصل لحد معين من التدريس بالتزامن مع إطلاق الحملة العالمية 16 يوما لمنهضة العنف ضد المرأة تطلق وزارة شؤون المرأة الفلسطينية الحملة المحلية تحت عنوان رفض التهجير القصري للمرأة البدوية فما هي رسالة الحملة لهذا العام؟ المرأة البدوية تشعر دائما بعدم الاستقرار والأمن والأمان بسبب تهجيرها القصري من مكانها نقول لا سوف نحافظ على نسائنا المهاجر اللاجئات والبدويات من حقهم أن يعيشوا بأمن وأمان اخترنا هذا العام الخان الأحمر لما يتعرض له رجالا ونساءا للتهميش والعنف والضرب في كل يوم ولا بل الترحيل والتهجير القصري كانت صورة الفتاة سارة أبو دهوك هي الأكثر قدرة على نشر معاناة السيدات في التجمعات البدوية الفلسطينية سارة وقفت في وجه قوات الاحتلال رفضا لهدم مسكنها ومسكن العائلة فتم اعتقالها بعد أن سحلت كل سيدات الخان الأحمر يحملن ذات الرسالة صامدات في وجه الهدم والإخلاء من تجمع الخان الأحمر البدوي حافظ أبو صبره رؤيا اشتركوا في القناة